بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معي نشارك معكم تقديا ديالة الشهر مع الذكر الأتمينة وبعض النصائح لنتمنى أنها تكون مفيدة وخاصة لمبتدئات إذن على بركاتي لك فما كان عارف العواشر عليين يدخلوا إن شاء الله اللي بقي ما دارش بحالي أنا عاد تقديت باش نديرش بيها ديال الشيوات عندي هنا هي الزبدة لده نصف كيلو بعشرة دراهم تمن خمسة دراهم الوحدة أو لمية دريال الوحدة كذلك عندي الفروماج عندي هنا هاد المركة ديال بخيزيدون صراحة هدي زوينة كنت كتعجبني مش حال هدي تقطعت بمقاتش كاجي كتكن ناخدها بعشرين درهم للباكية دابولات أربعة وعشرين زادوا ربعة دراهم في الباكية باكية ديالة أربعة وعشرين حبة يعني كلها باكية بربعمية وتمانين أو لربعة وعشرين درهم يعني بزاف ديال المواد الغدائية اللي شافو حد زيادة هائلة وكنين ولو أنهم قليل اللي بقوا في نفس الثامان ديالهم عندي هنا يجوش كيلو ديال سنيدة بعشرة دراهم ونفس الثامان باش كتكن ناخدها عشرة دراهم باش كتكن ناخدها وكذلك السكر بالنسبة للسكر أنا دائما كنناخد للمورسو بحكم أنني كنحاول نتحكم في الحلاوة اللي كنستعمل اني الإنسان اللي بغل يطلع له السكر ناقص أو الاقتصادي ياخد القلب القلب كيخرج اقتصادي على هذا ديال المورسو بالنسبة لي هنا عندي باكية ديال خمسة كيلو بوحد وثلاثين درهم كتلع لي اقتصادية وعفوا مش اقتصادية فقط كانت تحكم السكر قلبه والتي يطلع اقتصادي أنا بالنسبة للمورسو كانت تحكم في الحلاوة يعني كان نعرفش حال كان نستعمل ديال السكر عندي هنا جوج باكية ديال الخميرة حمرة أو الخميرة الحلوة بتتعد دراهم 180 بجوجات يعني 90 ريال أو لربعة درهم ونص الباكية كذلك عندي هنا يا زبدة نحوك ديال زبدة كبير ديال لابريري بخمستاش درهم يعني ضروري كتتحتاج في بعض الشهيوات ولو انا نحاول نقلله منها ولكن ضروري منها بعض المرات ومن هنا عندي نص كيلو بخمستاش درهم هذي صراحة كتتعجبني لديل تربعة كتطلع احسن وكتبقى فضر يعني تقدر تديلي يا شهر ولا شهر ونس لحسابيه الاستعمالات كذلك عندي هنا جوج باكيات ديال اتاي ربعة علاف وحداش يشهره بسبعة وثلاثين درهم بجوجهم بسبعة وثلاثين درهم يعني سبعمائة واربعين بجوجهم والروز بالنسبة للمواد ما خديتش ليبات بزاف حكم انه شهر رمضان عن الابواب يعني ما كان حساجوش بزاف ديال الليبات وباقي عندي اصلا في الدار اذا ما خديتش بزاف ديال الليبات بالنسبة للروز كان كان سهلكو خديت كيلو ديال الروز ولو انه رهه ماضيش يديلي مدة طويلة فقط هاتش اللي بقاليه في الشهر باش يدخل شهر كريم ان شاء الله هندي هات الباكية صراحة غزالة المركة كان نخطط الروز مكركب كي يجيزوين مع الاسوس لعمع الحليب دير 12 الدرهم الكيلو 12 الدرهم او 240 كذلك هندي الصاشي ديالنيدو او الحليب بودر بستدرهم لهات الباكية كي تحتاج بعد المراسم معلقة هكايف معجاناس وعندي هات الفرماش شرائح 16 الدرهم او 320 ريال هاتي صراحة اول مرة كننخد هات المركة مولفكر نخد واحد شكل واحد اخر ويمكن نجربو نبدلو عندي هندي هنا نص كيلو ديال الفول بربعة درهم او نص او لاتسعين ريال او نص كيلو ديال الشعرية ديال الحليب او اللي كي يدور بها الحريرة او اللي كي يدور بها الحريرة او اللي يمزاف كي يستعملوها في الحريرة بخمسة درهم لنص كيلو نص كيلو ديال الشعرية بخمسة درهم يعني تمان او عشرة درهم ولا الفرنك للكيلو عندي هنا كيلو ديال الكوكاو البلدي بثمانية وعشرين درهم وكلي كي يحسبو بثلاثين وكلي كي يحسبو كتر من ثلاثين يعني كما سبق لي كنذكر لكم ضروري تاخدو من واحد المحل تكونوا كتاخدو عندو دائما يعني كتعرفوه تمان كيدر تمان زوين كتكتافو دائما تقدو من عندو عندي هنا يا هذا ديال السائل الاواني بتناش الدرهم هذا كي يدلي اكتر من الشهر صراحة خوصا مني انا اللي كنستعمل يعني انا اللي كن نوصل لماعين مشي بحالة الدراري كي شوية كي يضيعوه وعندي هاد السائل ديال الماكينة اللي سبق لي خديته صراحة طلع لي غزال هاد الماركة كنت اختيت واحد بالزرق ريحت وزوينة هادا يا ما ما اعرفش كي غضي يطلع في الريحة ولكن المهم كي يخرج لي لماعين هذا دير تنين وستين درهم وصراحة طلع لي مزيان يعني كن درجوش غلايق منه في الماكينة وكي يخرج لي الحويج وكنت يخلي لي الريحة كيف مسبق لي ذكرت الزرق هذا ما اعرفش صراحة اول مرة كنا اخذ هذا الموف كذلك عندي هنا القزبر حبوب تقريبا واقع الى ثلاثة او خمسة درهم ما اعقلش كما عارفين انه برمدان تكون شوية الهاضم صعيب كنا نحاول ان ندخل القزبر حبوب الماكينة ديالتنا كتتعون في الهاضم وعندي هنا واحد الباكية ديال الكوسكوس الكاميل بثلتاش درهم او الى ميتين وستين ميتين وستين ريال كذلك عندي واحد نصف كيلو ديال الزنجلان صراحة بالنسبة لقوام ديال السفوف لديالشباك انا سبق لي خليتو ما خليتوش مع التقضيات الشهر لاني سفوف نقيت له قوامه على تيساع ما مخليتوش حتى الدابة بقلي بعض المعسلات فقط وعندي هنا نصف كيلو ديال زنجلان باربعتاش درهم وعندي خمسة درهم ديال الدراع وكذلك الكوكاو البيض او المفسوخ 15 درهم هذا نصف كيلو نصف كيلو بثلت مياد ريال ثمانست مياد الكيلو يعني هذا زوين لتصلح اللي بغي يعمر به كذلك عندي هنا القرفة البلدية اللي تبارك الله ديره مياد درهم الكيلو هذه ربعة ريحتها غزالة وكرا ديره مياد درهم الكيلو وربعة بخمسة وعشرين درهم عبرها ليتم وطحنها ليتم زوينة وزايدة شوية صرحة في ثمان غلاث وكذلك الزبيب هنا يا ولا العنب المجفف عندي هنا يا ثمانية وثلاثين درهم الكيلو هذا عندي كيلو بثمانية وثلاثين او لا سبانية وستين ريال وعفوان كيلو دي السميدة بقى عندي واحد الكيلو هذه الكيلو وصراحة جاتني ما صفره ش بزاف جاتني بحل مخلطة بالسميدة البيضة ما عرفش ما جاتنيش كيف مولفة كنناخدها مهم كيلو بحضاش لدرهم كني المحلت اللي كي حسبولها تلتاش لدرهم ولكن السفره مزيان هذه صراحة جاتني بحل مخلطة شوية بالسميدة البيضة ما اعرفش والله اعلم اللي اعلم لدي هنا كيلو الروز هذا العادي ماشي روز غلاسي صراحة من هذا كننفضلوها في شليد على الروز غلاسي كيلو بثناشل درهم او لب مئتين وربعين لدي فينو ثلاثة كيلو الروز بثلاثين درهم او لب ستميات ريال تمان عشرة درهم الكيلو كليكي حسبلو حداشل درهم احتلاف في الاسعار احتلاف في الاسعار الحرش 5 كيلو ب 23 درهم احتلال الزيت 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 مجدد الزيت 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 ايضا انا اخذت على حساب المعسلات اللي غادي نقلي خمسة وثمانين درهم دير هادي عافية خمسة وثمانين انا اخذت غد لا تيترو او لا جوج ترو كافيان في الشهر بحكم ان ما كان قليش ما كان استعمش بزاة زيت الرومياء في المطبخ ما كان قليش وحتى الطبخ كان طبخ بزيت بلدية ولكن در بحيت بحكم انه تبعني شوية اللي قلي وهكا يعني كتاد ناخد اربع ايترو وثمانين اخد خمسة ايترو يعني هادي يتبقى لي بالنسبة اللي بيت حتواره هتطلع رادير 23 اربعة وعشرين الحبه بالنسبة لهذا اللي كان اخذتهم من الطحونة هذا الدقيق ديال اللان بدنا نجرب ان اسمعت انه زوين تدوره به الحريرة وهذا الزراع البلدي لقيته في الطحونة كاتب ليه زراع البلدي خاص بصفوف يعني مغير بلينه مزيان وصراحة زوين اخذت من نصف كيلو بحض ودير 11 درهم الكيلو وهذا الدقيق ديال فارينه جبت 4 كيلو ديال فارينه هادي نحاول بدنا ندخل فارينه في الطبخ ديالي هادي نحاول نقص من الفورس مهمكم عارفين الفورس كل شي عارف انه ما صالحش خطيت كذلك 5 كيلو ديال الزراع انتقيق ديال الزراع البلدي دير 9 درهم بنو خاله ديالو تناخدهم طبيعة الحال خطيت صغير 5 كيلو بحكم انه بقي عندي وراكم عارفين في رمضان ما كان عجنوش بزا في الخبز وعندي هنا اي 11 كيلو ديال فورس الحرش مولفة كان ناخد 25 ولكن محكم ان اخذت فارينه ورمضان على الابواب ما كان عجنوش بزا في الخبز اخذت فقط 10 كيلو ب44 درهم هادي 44 درهم وغزال صراحة هاد هاد المركة تلعت لي مزيانه وهذه التقديل المتواضع اتمنى انكم تكونوا استفتولوا القليل ودومتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا